لا حل بعد للأزمة الحكومية في لبنان فرغم تقديم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري صيغة حكومية للرئيس ميشيل عون إلا أن ملاحظات الرئيس يبدو أنها أعادت الأزمة إلى بدايتها أبعد من السياسة يتخوف اللبنانيون من أن تؤدي المماطلة في تشكيل الحكومة إلى شلل ورقود في البلاد التي ترزح أصلا تحت الأعباء المالية والمعيشية لحظة دخول رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري للقاء الرئيس اللبناني ميشيل عون ظن الجميع أن المسودة الوزرية التي يحملها إليه ستقود إلى ولادة حكومة جديدة بعد أكثر من مائة يوم من تكليفه لكن ذلك لم يحصل صيغة مبدئية ولدت ميتة بعد إبداء عون جملة ملاحظات عليها هي حكومة وحدة وطنية كل الأفريقاء بأدم تضحي بشكل ما وعلى هالأساس طلقت بهذه الصيغة ووفق مصادر بعبدة والرئيس المكلف فإن الحريري اقترح على عون حكومة ثلاثينية تضم عشرة مقاعد لفريق الرئيس والتيار الوطني الحر وخمسة مقاعد تضاف إلى مقعد رئيس الحكومة وأربعة مقاعد وزرية خدمتية للقوات اللبنانية وثلاثة لفريق النائب الدرزي السابق وليد جنبلاط وستة للثناء الشيعي حركة أمل وحزب الله ومقعد وزريا لتيار المردة برئاسة سليمان فرنجية اقتراح رفضه عون لافتقاده لما أسماه الأسس والمعايير التي حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان وهو ما قرأه متابعون بأنه تعطيل جديد لمسار التأليف عبر فرض مزيد من الشروط إضافة العقدتين المسيحية والعقدة الدرزية هناك حديث عن عقدة أيضا سنية يعني يحاولون تكبير الحجر أو رفع أو زيادة الضغوط على الرئيس الحريري من أجل التنازل في أماكن أخرى لهذا أرجح أننا عدنا إلى المربع الأول العقد لا تزال على حالها لا حلول ولكن اليوم الكرة في ملعب الرئيس ميشيل عون وأبعد من المشاورات والاتصالات والمسودات المقدمة يطرح متابعون علامات استفهام حول طريقة مقاربة رئيس الجمهورية لملف التأليف معتبر مسا بصلاحيات رئاسة الوزراء طبعا الدستور لا يحدد مهلة زمنية محددة لرئيس الوزراء حتى يقلب وزارته لأسباب مختلفة ومنها أنه ما بيقدر رئيس الجمهوري يفرض عليه أو أي طرف آخر بيقدر يفرض عليه لأنه هو مطلق الصلاحي بيقدر يستمر بهذه الطريقة طوال فترة المجلس النيابي وبين الخلافات المستمرة على الحصص والأحجام والأوزان والصلاحيات تبقى أبواب الصراي الحكومي مصادة أمام تشكيلة جديدة بانتظار انفراج أو حلحلة للعقد المتراكمة لا أفق لولادة الحكومة العتيدة في ظل الخلافات المستمرة والتحذيرات من انهيارا اقتصادي قد تشهده البلاد في أي لحظة فراغ حكومي بعد أكثر من مائة يوم من التكليف يتوقع أن يمتد إلى أجل غير مسمى سلمان العندارس كانيوز عربية بيروت لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الصحفي في صحيفة النهار ردوان عقيل ومعنا أيضا الكاتب والباحث السياسي يوسف دياب مرحبا بضيفي سيد ردوان مساء الخير دعني أبدأ معك يعني لا دخان أبيض صدر من هذه الجلسة والبعض اعتبرها مخيبة للأمال قبل أن ندخل في الأسباب التي دعت الرئيس عون إلى رفض هذه الصيغة ألا يعتبر هذا من حيث المبدأ تدخلا في صلاحيات رئيس الحكومة يعني لم نعتد من قبل في لبنان أن يتدخل رئيس الجمهورية ويضع شروط ويضع مسلمات يحددها هو ومعايير على رئيس الحكومة فيما تعلق بالتشكيلة الحكومية ما رأيك في ذلك؟ أولا من حيث الدستور الرئيس المكلف هو المعنى الأول بعملية تأليف الحكومة واختيار الوزراء لكن هذا الأمر يتم بالتنصيق والتوافق مع رئيس الجمهورية تعودنا قبل اتفاق الطائف كان رئيس الجمهورية أشبه بالملك هو الذي يختار رئيس الحكومة وهو الذي يختار الوزراء من الطائف الإسلامية أو المسيحية لكن بعد الطائف أصبحت هذه المهمة مشتركة بين الرئيس الجمهورية والرئيس المكلف وإن كان الرئيس المكلف هو المعنى الأول التعويل على الجلسة الأخيرة التي تمت بين الرئيسين كانت كل الانطباعات تشير إلى أنها ستصل إلى طريق مسدودة الرئيس الحريري قام بواجبه قدم هذه الصيغة لكن للأسف نتيجة الشراهة عند بعض القوى السياسية عند العقدة المسيحية العقدة الدرزية العقدة السنية وأكثر الأفريقاء أدت إلى هذه العملية نحن اليوم فعلا أمام أزمة حكم بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية وقد شاهدنا اليوم الردود المتبادلة بين الفريق العوني عبر كتلة لبنان القوي وبين كتلة المستقبل الأخطر من ذلك أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة هناك استنفار داخل الطائفة السنية التي تعتبر الطائفة وقدس الأخداس وليس من حق أحد إلا خلال الدستور عملية تأليف الحكومة شاهدنا اليوم استنفار رؤساء الحكومات السابقين الذين أعلنوا واعترضوا على بيان رئيس الجمهورية وقبل عشرة أيام كانت هناك مطالعة قانونية لوزير العدل سليم جريساتي المحسوب على رئيس الجمهورية وإن لم تتبنى هذه الرسالة أو هذه المطالعة رئاسة الجمهورية لكن في اختصار نحن اليوم في طريق مسدود عدنا إلى المربع الأول لن ينتهي هذا العام ولا نشهد هذه الحكومة المطلوب من جميع القوى التضحية بدءا من الرئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف إلى بقية الأفريقاء لأننا نحن الآن حاليا نقول أننا لا نسير في الطريق السليم ولا نشهد حكومة في الوقت القريب طيب أستاذ يوسف مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا يعني الرئيس الحريري يقول أنه قدم صيغة يعني تقوب على تضحية مطلوبة من الكل لا غالب ولا مغلوب أفضل ممكن يعني باختصار هذا ما قاله الرئيس الحريري في المقابل الرئيس الجمهورية يضع معايير معينة على ما يبدو أنه لم تعجبوا هذه الصيغة بداية هل هي مهمة مشتركة بالفعل كما يقول الأستاذ ردوان مسألة تأليف الحكومة وهي مهمة مشتركة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والمسألة الأخرى يعني منذ متى رئيس الجمهورية له هذه الصلاحيات التي لم نسمع عنها من قبل ما رأيك في ذلك؟ أستاذ مهند لك والزميل ردوان والمشاهدين يعني بالتأكيد واضح أن يعني في بعض الأطراف في الحكم اللبناني تريد اليوم أن تشكل انقلابا على الواقع السياسي في لبنان وتحديدا اليوم رئيس الجمهورية وفريقه بحسب الظاهر حتى الآن أنا لا أتهم ولكن أنا أحلل بحسب الظاهر أن هذا الفريق ربما يريد أن يستعيد ما كان قبل الطائف بالأعراف وليس بالنصوص الدستورية والواضح الدستور أستاذ مهند بما خص المادة خمسة وثلاثة وخمسين من الدستور التي تقول بأن رئيس الجمهورية يسمي الرئيس المكلف بناء على استشارات ملزمة يجريها مع النواب أو الشخصية السنية الأكثر تمثيلاً أو أكثر تسمية من قبل النواب تصبح هي الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة وهذا ما حصل عندما سمى يعني مئة واثنى عشر نائباً الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة وبأكثرية ساحقة من قبل الدواب اليوم سعد الحريري بعد مئة يوم من محاولات تأليف الحكومة ومحاولات تدوير الزوايا ربما البعض يريد أن ينقض على موقع ودور رئاسة الحكومة التي كرسها اتفاق الطائف ويريد كما قال زميلنا أن يعيدنا إلى العصر الملكي أو العهد الملكي ما قبل الطائف بدليل أن الرئيس سعد الحريري قدم حتى الآن ثلاث صيغ للحكومة الجديدة كلها قُبلت بالرفض من رئيس الجمهورية أعتقد أن الصيغة الأخيرة التي قدمها والتي فصلها زميلي أو فصلها التقرير بالتفصيل هي حكومة طبعاً لا غالب ولا مغلوب لا أحد يخرج منها خاصراً ولا أحد منتصراً لا أحد يملك الثلط المعطل للإطاحة بالحكومة ولا أحد يملك الأكثرية السحقة لفرد قراراته وبالتالي رئيس الحكومة قدم ما لديه أعتقد أن القوات اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً الوزير النائب وليد جمبلات رئيس الحزب التقدم الاشتراكي ربما قدم تنازلاً بضمانة من رئيس مجلس النواب نبيه بره بما خصى الشخصية الدرزية الثالثة بمعنى أن يكون وزيرين حزبيين للنائب وليد جمبلات وشخصية ثالثة يتفق بها مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وتكون قريبة أيضاً من النائب طلال إرسلان يبدو أن هناك من يرفض كل هذه الصياغ لا أعرف إذا هذا الأمر يدفعنا إلى العودة إلى حكم الفريق الواحد أو الشخص الواحد ونعلم جميعاً بأن هذا الحكم أو هذه المعادلة كلفت لبنان أكثر من 200 ألف قتيل يعني على مدى 15 عاماً أنا أعتقد أن المؤشرات التي تلوح في الأفق هي مؤشرات غير مطمئنة مؤشرات مقلقة لأن الوضع السياسي نحو مزيد من التأزم الوضع الاقتصادي نحو مزيد من التدهور والوضع الأمني أيضاً لا شيء يضمن بقاء الوضع الأمني كما هو عليه الآن لأن الوضع الأمني مرتبط بالأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي إذا انهار الوضع الاقتصادي وانهارت الليرة اللبنانية أعتقد أن الوضع الأمني سيفلت الحبل على غاربه ولا أحد يضمن إلى أين ستذهب الأمور أعتقد أن المطلوب من الكل التعقل والتنازل خطوة واحدة للوصول إلى حكومة لأن لبنان تنتظره الكثير من الاستحقاقات تاهمة والدقيقة في آن معه أستاذ ردوان باختصار وبشكل بسيط ما الذي يريده رئيس الجمهورية من هذه الحكومة من شكل هذه الحكومة يعني ما الذي يحب السيد عون أن يراه في هذه التشكيلة الحكومية علينا أن نعترف أن هناك شريحة كبيرة في الشارع المسيحي تقول وتطالب بعودة صلاحيات رئيس الجمهورية والعمل على إجراء تعديلات دستورية والتعديل من الطائف هناك جهات عدة في لبنان ترفض هذا الأمر السؤال الكبير ماذا يريد الوزير جبران باسيل وزير خارجية وهو ولي العهد إذا صح التعبير الذي يدير هذه العملية ويدير الحكم اليوم في البلد مع احترامي لفخامة الرئيس وموقعي نحن في اختصار بدأت من اليوم معركة انتخابات رئاسة الجمهورية وكان واضحا حزب الله على لسان الشيخ نعيم قاسم قبل أيام لا تفتح هذه المعركة ومن يظن أنه القوي على طاولة مجلس الوزراء المقبلة لا يستطيع أن يقول أنا الرئيس الجمهورية المقبل من حق الوزير جبران باسيل أن يفتح معركته لكن بهذه الطريقة أمر مرفوض ما يريد أن يفعله الوزير جبران باسيل أي بمعنى 11 وزيرا سيعمل قدر الإمكان على تخفيف حضور القوات اللبنانية وتوجيه الرسالة إلى البيت الدرزي ليقول للنائب وليد جمبلات السابق أنك لست الوحيد من تمثل هذه الطائفة الكريمة جمالا كل هذه المعركة وكل هذه المعطيات لا تصف في مصلحة أحد لكن علينا أن نعترف صحيح أن المهلة الدستورية مفتوحة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفتوحا به أمام رئيس الحكومة المكلف لكن هذه الصلاحية لا تفيد أحدا وتضر أيضا بموقع رئيس الحكومة ما يريد أن يفعله الرئيس الجمهورية أيضا ليس من باب المعلومات وهو من باب الخيارات التي قد يلجأ إليها وهي توجيه رسالة إلى مجلس النواب ليتحمل مجلس النواب مسؤوليته في هذا الخصوص لكن في اتقادي في حال توجيه هذه الرسالة سنصبح أمام مشكلة أكبر لأن 112 نائبا هم الذين سموا الرئيس الحريري عندها نصبح أمام مسألة دستورية كبيرة ومعركة كبيرة بين رئاسة الجمهورية وبين الرئيس المكلف أمام هذا الواقع لابد فعلا من سياسة التعقل والتطعية والتطعية ببعض المواقع وعدم الحصول على هذا الكم هناك طمع على الحصول على الحقائب الخدماتية وكأن هذه الحقائب مسجلة بأسماء هذا الفريق أو زاك أما على أساس اعتبار وحدة المعايير المعايير غير محترمة فعلى سبيل المثال السناء الشيعي المتمثل بأمل وحزب الله أخذ ست حقائب وهو يضم أكثر من ثلاثين نائبا بينما فريق رئيس الجمهورية يحصل على أكبر من هذا العدد أنا في اقتصاره التضييق على الرئيس الحريري أمر لا ينفع لكن في المقابل علينا التروي لأن البلد من دون حكومة سيصبح عندها رئيس الجمهورية هو الخاسر الأول وأنا لا أقول أن الرئيس المكلف هو مطمئن وفي حالة اطمئنان والبلد ويستطيع أن ينام على حرير المطلوب من الجميع الإصراع في تأليف الحكومة لكن كل هذه المعايير وكل هذه الفيتوات التي توضع من هنا وهناك لن تؤدي إلى ولادة الحكومة طيب أستاذ يوسف الطرف الآخر اللي هم حلفاء الرئيس عون حزب الله والتيارات الأخرى كيف تنظر إلى هذه المسألة هم حزب الله تحديدا مستعجلين على تشكيل الحكومة لأسبابهم الخاصة كيف ينظر إلى قرار الرئيس عون أو الخطوة التي اتخذها الرئيس عون برفض هذه الصيغة طبعا حزب الله بالمبدأ غير راضي عن هذه السياسة المتبعة اليوم سواء من رئيس الجمهورية أو من فريقه ولكن حزب الله اليوم لا يريد أن يدخل في صدام سياسي مع رئيس الجمهورية معلوم أن حزب الله هو من خاض أو من حمل لواء ويصال ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية وهو يعني بحكم الأمر الواقع وبالاستناد إلى قوته العسكرية على الأرض استطاع أن يبقي الفراغ الرئاسي سنتين ونصف السنة وأن يفرض في منتهى المطاف في آخر المطاف ميشيل عون رئيسا للجمهورية يعني هو من أرسى التسوية بحكم الأمر الواقع اليوم لا يريد حزب الله أن يخسر ورقة رئاسة الجمهورية ولا يريد أن يدخل بصدام مع رئيس الجمهورية هذا مسألة مفروغ منها ولكن حزب الله لديه عطب ضمني كبير على رئيس الجمهورية والكلام الذي قاله الشيخ نعيم قاسم قبل أيام كما قال زميلي بأنه وجه انتقادا لازعا لجبران باسيل يعني صهر رئيس الجمهورية بأن معركة رئاسة الجمهورية ليس هذا أوانها ومعركة رئاسة الجمهورية لا تخاض من داخل الحكومة معركة الرئاسة لها معايير مختلفة كليا عن الوضع السياسي وهي مرتبطة بترتيبات محلية وأقليمية ودولية الكل يسلم بهذه المسألة أما بمخصة يعني اليوم المضي في هذه السياسة أعتقد أن الخاسر الأول من تعطيل الحكومة هو العهد لأن ميشيل عون قال منذ أن انتخب بأن حكومة العهد الأولى هي حكومة ما بعد الانتخابات أنا لا أعرف ماذا يجنيه رئيس الجمهورية اليوم وفريقه من تعطيل دور رئيس الحكومة ومن إعاقة تشكيل الحكومة أعتقد أن هذا الأمر سيدخلنا في دوامة سياسية كبيرة وربما سيدخلنا في أزمة حكم على مستوى البلد ككل وهذا إذا ما دخلنا بها دوامة كبيرة لا أحد يعرف كيف نخرج منها وبأي نتيجة يخرج منها كل فريق لذلك اليوم مطلوب القليل من التنازلات لكي ينهض البلد من هذه الكبوة التي يعيش بها ومعلوم أن لبنان اليوم ربما يشكل واحة مقارنة مع محيطه الملتهب ولكن هذه الواحة ربما لا صمح الله تتداعى أو تتلاشى إذا ما استمر الفراغ السياسي في البلد كما قال زميلي أعرف أن لا أحد يلزم سعد الحريري بالتنحي أو بالاعتذار عن ممارسة دوره أو تشكيل الحكومة وأعتقد أن سعد الحريري باقي في هذه المهمة لكن أعتقد أن البلد هو من سيدفع الثمن ولكن أقول لك أن بقاء سعد الحريري اليوم كما هو الحال أثمانه أقل بكثير من أن يعتذر سعد الحريري أو ينكفئ عن العمل السياسي أو التأليف الحكومة لأن الأثمان لانكفائه أو لاعتذاره ستكون كبيرة جدا ربما تكون الليرة اللبنانية هي الضحية الأولى ومعه سينهار الوضع الاقتصادي بشكل عام ولا أحد يتحمل هذه التداعيات لا العهد ولا فريق العهد ولا كل الأطراف التي تحكم في لبنان أستاذ ردوان العهد هو الخاسر الأكبر كما يقول الأستاذ يوسف من هذا التعطيل ولكن واضح أن العهد لا يدرك أنه الخاسر الأكبر هل بالفعل رئيس الجمهورية وكتلته يرون أن هناك مكسب ما لهم من خلال تعطيل هذه المسودة أولا عندي ملاحظتين على كلام الزميل يوسف التسوية الرئاسية صحيحة أن حزب الله كان الأساس والدعم في إيصال ميشيل عون إلى قصر بعبدة لكن الرئيس الحريري استكمل هذه التسوية وكان من المساهمين الأوائل في إيصال الرئيس عون ويتحمل المسؤولية ومن حق الرجل أن يصل طبعا نظر إلى حضوره الشعبي داخل الطائفة المسيحية وكل الطواهي لكن العهد يستفيد أو لا يستفيد في هذا الأمر وجهة نظر العهد تقول أن رئيس الجمهورية هو الحكم والحارس لكن على هذا الحكم أن يستدرك ويعرف أن بعض السياسات وهذه الشراها نحو المقاعد الوزرية والتضييق على الآخرين أمر لا يصف في مصلحة أحد بالنسبة إلى الليرة حاكم مصرف لبنان يقول أن هناك إطمنان على هذه الليرة صحيح أن اللبنانيين لا يستطيعون أن يقول أن اقتصادنا في وضع جيد للأسف نحن علي أزمات عدة من النفايات والبيئة أكثر من محال نسحي ونخجل نحن كلبنانيين أن نتحدث عنها لكن أمام هذا التدهور على رئيس الجمهورية أن يستدرك قبل فوات الأوان وإذا أراد أن يسجل اسمه في مصاف الرؤساء الذين خدموا لبنان أن يعمل على الحد من هذه الطموحات داخل الفريق العوني ونعمل جميعا تبقى هناك ملاحظة على الرئيس الحكومة مع احترامي لحضوري عليه أن يقلل من بعض الأصفار خلال هالمائة يوم أمضى نصفها خارج بيروت وخارج لبنان إذا كانت هناك أزمة على جميع المسؤولين أن يستنفروا بدءا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ويعقدوا الاجتماع تلوى الاجتماع بغية التوصل إلى نقاط مشتركة ومن المضاعفات للحكومة عدم تأليف الحكومة أن مجلس النواب مشلول لكن الرئيس نبي بر يقول بالحرف الواحد أن المجلس بدءا من الأسبوع المقبل سيدعو إلى جلسات تشريعية نظرا للارتباط هذه القوانين الموضوعة بمؤتمر سادر وغيرها من القرود المالية والصادية شكرا جزيلا لك الأستاذ ردوان عقيل الصحفي في صحيفة النهار اللبنانية كان معنا من بيروت وشكرا لضيفنا أيضا من بيروت الكاتب والباحث السياسي يوسف ديابس شكرا لكم